وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 337 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 85 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 5 أطنان من السلع الغذائية وبالإضافة إلى ضبط 49 طن سلع غذائية وغير غذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 31.5 طن سلع غذائية أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 417 قضية من بينها 105 قضايا خبز ناقص الوزن و128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر